عشان كده لما انا قلت جملة الاخطاء الفنية خلوها للمدير الفني لان انا شايف المدير الفني شايف الاخطاء الفنية هو المنود به الاصلاح بالتأكيد انت كمشجع حقك تماما تفرح تزعل تعلق على المستوى لكن في النهاية احنا عايزين نقول اننا في صدارة جدل الدوري عايزين يكون عندنا يعني زي دفع كده اننا نتخطى الدوري ده تحديدا لان الدوري ده تحديدا هو اللي هيعمل لك الصعوبة دي انا عارف انت كمشجع وكمتلقي قاعد شايف سيناريو الموسمين الماضيين وبالتالي عندك مشكلة مع اي اخفاق او اي تعادل او هي اهتزاز حتى في المستوى الفني تقول بس هنعيد تاني الموسم الماضي خاصة وان كل العامل المحيطة بنا هي زي ما هي ما بتتغيرش وما فيش حاجة اتغيرت الاخطاء هي هي الاخطاء الادرياء هي هي حتى ضغط المباريات هو هو وعايز اقف عند النقطة دي تحديدا واتكلم اننا المفترض النهاردة كان الاهل يلعب ليه الاهل يلعب بكرة وهو عنده مباراة يوم الاربع مع سراميكا طب ما نخليها السبت والاربع ليه انا اضغط يومين والعب حد وسراميكا اللي هيلعبني هيلعب يوم جمعة ليه انا العب مباراة يوم الاربع وانا عندي مباراة يوم الاتنين مع برامدز ملعب يوم الخميس خاصة أن بيرامدز هيلعب يوم الخميس في النهاية ممكن تصل لنهاية الشهر ده أو لنهاية شهر يناير أن أنت بتلعب عدد مباريات نفس عدد مباريات المنافسين لكن أنا بتكلم هنا على المنافسين في المباراة مش منافس زي نادي الزمالك أو نادي بيرامدز أنا بتكلم عن منافس في المباراة ليه يريح أكتر من يومين ليه يريح أكتر من يوم والموضوع ده فارق جدا كنت أتمنى أننا يكون مباراة سموحة النهاردة السبت وبراد سيراميكا يوم الاربع بحيث يكون في فارق زمني يقدر يخليك تستعادل من براد سيراميكا او النهارده لو هتلعب الحد الاهلي كنت خلتنا يوم الاثنين زي ما الزمالك هيلعب يوم الاثنين وهو يلعب معايا يوم الخميس قصدي وهو يلعب معايا يوم الحد يعني بكرة اهلي وزمالك الاهلي يلعب اربع الزمالك يلعب خميس طب ليه ما كنت ألعب خميس مع الزمالك يبقى نفس الفترة الزمنية اوه عايز تخلي الزمالك بعد بيوم خلينا انا قبل الزمالك بيوم وكنت ألعب يوم سبت فدي عوامل كلها متواجدة ايه اللي ممكن يتغير اللي ممكن يتغير بقى قرارات موديل فني قرارات لعبين انه هم يبقوا عارفين ان الدور ده مختلف تماما عن اي دوري وانا واثق ان في حالة فوزنا ان شاء الله بالدور ده هناخد اكتر من دوري متتالي وراء القصة كلها والهزة النفسية كلها وفقدان الثقة ده بسبب موسمين كان تقريبا نفس السيناريو في كل شيء نتمنى ان السيناريو اتغير عندي ثقة ان السيناريو هيتغير لان الكلر اعلن وشايف بوضوح ان السيناريو اللي حصل الموسم المودي مش هيحصل الموسم ده فكلنا دعم الميستر كلر ان هو يقدر يشتغل على كل السلبيات اللي موجودة في الفريق وانحقق فوز يكون اهدأ بكتير من قصة المستوى اللي بتقدم في شور تاني بعض الوقات